طيب إصابات النادي الأهلي للأسف الإصابات كتير وآخرها يعني إمبارح ثلاث لعبين في نادي الأهلي تعرضوا لإصابات مختلفة. خلينا نبتدي بعمر السلية. عمر السلية خلاص ما تعملش حسابه في بقية الموسم مع النادي الأهلي. عمر السلية أصابته عبارة عن مزء في العضلة الخلفية. الأشعة كانت النهاردة اللي أقرب أنها ستكون مزء لأنه كان واضح جدا جدا من اللعب وهو كارج أن هو بيتألم بشدة والمزء حيأخذ حوالي شهرين فبالتالي أقل حاجة شهرين فبالتالي عمر السلية الموسم بتاعه انتهى مع النادي الأهلي وخسارة كبيرة لصفوف النادي الأهلي. طيب إمبارح كمان محمد عبد المنعم لعب شوت واحد. فبعد ما الشوت انتهى اشتكى من الجهاد في العضلة الأمامية بناء عليه كرر سوارش أنه يقعد عبد المنعم ونزل مكانه أيضا أشرف. طيب موقف عبد المنعم من مباريات المجولة عبد المنعم النهاردة عنده اختبار طبي في المران اللي لسه هيبتدي كمان دقايق بالزبط. وبناء عليه هيتم تحديد مدى إمكانية مشاركته في التدريبات ومن سما المشاركة في المباريات. لكما طبعا حضراتكم صابت عبد المنعم خفيفة جدا يقدر بإذن الله أنه هو يشارك في التدريبات النهاردة والمباريات كمان مع الفريق. اللاعب الآخر وهو صلاح محسن. صلاح محسن كمان اشتكى من إجهاد عضلي حتى ما كملش الشوط الثاني ونزل في الشوط الثاني بس ما كملش. فالإجهاد العضلي برضو حيتحدد مدى يعني مدت غيابه عن التدريبات أو اللي حقه بالتدريبات النهاردة من خلال الاختبار التبال اللي حيتعمل. لكنها برضو صوبة بسيطة بالنسبة لصلاح محسن وبنسبة كبيرة حيشارك في التدريبات وأيضا المباريات المجبلة. اللاعب اللي عاد خلاص بشكل رسمي هو بيرسي تاو هذا اللاعب الجنوب أفريقي المهم والمميز. وأكيد حيدعم صفوف النادي الأهلي في المباريات المجبلة وبداية كمان مبارات مصر المقصة. وعودة أي لاحب من الإصابة جماعة في المرحلة دي هي مهمة جدا بالنسبة النادي الأهلي عشان يبقى عندك حلول كتير تقدر تشتغل بيها كمدير فني يعني. فزل ضغط المطشاط وكمل هائم المطشاط اللي وراء بعد يعني والصعبة وهي كلها مبارات حسيمة يعني. فدي يعني أهم وأبرز الأخبار تتعلق بالإصابات.